مرحبا بكم في النشرة الرياضية قام الاتحاد البحريني لكرة القدم مؤتمرا صحفيا كشف من خلاله عن آخر الاستعدادات المتعلقة باستضافة المملكة لبطولة كأس آسيا لشباب شهر أكتوبر المقبل حيث تحدث من خلاله السيد علي البعانين نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة عن سير عمل اللجان واستعداد المنشآت الرياضية لهذا الحدث القري الذي يقام لأول مرة في مملكة البحرين من جانبه كشف السيد عارف المناعي عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم عن تعويذة البطولة والتي حملت اسماء جناص وهو نموذج لطائر الصقر والمعروف محلي باسم شرياص حوار